بسبب القصفات الجوية المستمرة التي تشنها كل من الحكومة الأثيوبية وبالتعاون مع الحكومة الإيرترية على شعب تيجراي الكثير من الأمهات والأطفال أصبحوا ضحايا لتلك الهجمات فهذا الطفل الصغير الذي يصرخ وينادي أمه عندما تم القصف كان في حضن أمه فهذا القصف الذي شن أدى لوفاة والدته ولإصابته بجروح عميقة لقد تم القصف المكان الذي نزح إليه هذا الطفل هو وأمه وأخته التي تبلغ من العمر الثمانية عوام فهذا القصف الجوي الذي شن أسفر عن مقتل أمه وأخته الكبرى التي تدعى بشويت وإصابته بجروح عميقة وهو الآن في وضع صحي ليس بجيد وذلك لعدم توفر العلاج الكافي وهو الآن يصرخ وينادي لأمه هو ينادي لأمه يريد مني أن أوصله لأمه ابنتي كانت تبلغ من العمر الثمانية عوام وزوجتي كانت تبلغ من العمر ثمانية وثلاثون عاما وجدتهم غد ماتوا فورا ووجدت ابني على قيد الحياة ولكنه أصيب بجروح لقد مزحنا من مدينة عدقراي وأثناء نزوحنا تم قصفنا مما أسفر عن مقتل ابنتي وزوجتي ابني كان على حضن زوجتي وأبنتي كانت خلفها وعندما قدمت وجدت جثة ابنتي مزغت كليا وابني كان يبكي وأيضا هذا طفل آخر خسر أمه نتيجة القصفات الجوية التي شنت على المدنيين الأبرياء من شعب تقراي فهذا الطفل يبكي أيضا ويريد والدته فقط هذا الطفل كان في حضن أمه عندما أصيب نتيجة الهجمات التي شنت مما أسفر عن مقتل والدته وأنا لم أكن موجود عندما شن القصف جدي من أتى به إلى هنا لقد افترق هذا الطفل عن حضن أمه وأيضا هذا الطفل هو نازح من الشمال الغربي لتيجراي وسبب نزوحه هو أن الأعداء يقومون بقتل الأبرياء في بلدته والمكان الذي نزح إليه تم قصفه مما أدى إلى مقتل والدته وإصابته كانوا يقومون في مدينة شرارو وفي طريقهم للنزوح تم القصف وجدي هو من أتى به إلى هنا بسبب ما حصل هذا الطفل تفرق عن إخوته الأربع ولا أحد يعلم أين هم الآن هناك أربعة أطفال وهذا الخامس ولا يعلم عن مكانهم لقد تفرقوا وتشتتوا